أنماط الطلبة والطالبات داخل قاعات الدراسة قدم الباحث النفسي تايبي كهلر نموذجاً لعملية التواصل داخل قاعات الدراسة حيث اتضح أن هناك ستة أنماط من الطلاب داخل حجرات الدراسة طلاب أفذاذ طلاب مدمنون للاستذكار طلاب مثابرون ومواظبون طلاب حالمون طلاب متمردون طلاب يحتاجون حفظهم على الاستذكار طلاب أفذاذ تقديرهم لذواتهم يدفعهم للدراسة والاستذكار الفعال وحب اعترافهم وثقتهم بأنفسهم طلاب مدمنون للاستذكار يحب هذا النوع أن يميز ويعترف به ولذلك يحبون سماع كلمات المديح ومن صفاتهم الابتعاد عن العلاقات الاجتماعية طلاب مثابرون مواظبون يحبون احترام الآخرين لهم بالإضافة إلى سماع كلمات الثنائي والمديح طلاب حالمون لديهم فقر في الحماس للعمل الدراسي والاستذكار يضعون الاستمتاع والترفيه في المقدمة ويحتاجون بين وقت وآخر لمن يسألهم عن استذكارهم وعن إتمام أعمالهم الدراسية طلاب متمردون ريبل ستودينس هوايتهم المزاح ويحبون الأساتذة المداعبين المرحين أثناء التدريس يأخذون الدراسة والاستذكار على محمل غير الجد ولا يهمهم الحصول على تقديرات أو درجات ويتضايقون جدا حينما يكون المناخ الدراسي جدا طلاب يحتاجون حثهم على الاستذكار الوقت لديهم ليس له قيمة ويتركون أمور وتنظيم الاستذكار حتى حضور المحاضرات يغلب عليهم الاستهتار ويجب إخافتهم حتى يردعون